ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أنا أهلاً وسهلاً بيكم والنهاردة حلقة الأسئلة وبدأنا في الجزء الأول إجابة سؤالين مهمين قوي من أسئلة حضراتكم بنجاوب الأسئلة على فكرة بتفصيل قوي علشان إحنا خدنا عهد كده مع حضراتكم من البداية إن إحنا مش بس بنجاوب على صاحبة أو صاحب السؤال إحنا بنعتبر إن السؤال ده موضوع فبنحب إن إحنا نجاوب باستفادة شوية علشان كل الناس اللي عندهم حالة تماس بقى مع الموضوع ده أو حاجة شبهه يستفيدوا برضه السؤال بعد كده أم جانا بتقول ابني عنده سنتين بيشرب ميا كتير وبيعمل حمام كتير كل عشر دقائق طيب الطفل اللي بيشرب ميا كتير طبعاً دماغنا على طول بتروح ناحية الله هو ممكن يكون عنده سكر ولا إيه السكر ده من الأسباب صح؟ لكن خلونا ناخد الحكام الأول خالص أصلاً أصلاً ممكن ما يكونش فيه مرض ممكن يكون الطفل بيشرب كتير نتيجة إده هو الميا قدامه يعني بيحاول يعمل الموضوع تحاول بالنسبة له اللعبة أو إنه بيقلدنا يعني إحنا شايفنا إحنا بنشرب كتير فكل مرة إحنا بنشرب فيها يجي هو كمان يشرب فاهمين قصدي يعني الأطفال في السن ده بيبقوا بيقلدوا قوي الأب أو الأم أو الأتنين يلاقي الأب شرب يروحوه كمان شارق يلاقي الأم شربت يروحوه كمان شارق وهكذا يبقى أول سبب إن الطفل ممكن يشرب ميا إنه يكون بيقلد طيب فيه أسباب تانية ده فيه أسباب كتيرة هنقول على حضراتكم أول سبب إن الطفل يكون عنده تضخم في اللوز إعلقة اللوز بالميا هقول لكم الطفل لما يكون عنده تضخم في اللوز حتى لو ما فيش يعني هنا اللي بنسميها بقى Subclinical Infection يعني إيه؟ يعني فيه التهاب في اللوز بس لسه مسببش ارتفاع في درجة الحرارة أو فيه التهاب متكرر في اللوزتين دول فالالتهابات دي قدت إلى إن اللوز حجمها يزيد طيب ده بيانعكس على الطفل بإيه؟ يعني عكس على الطفل إن الطفل في أوقات كتيرة قوي تلاقوه بيتنفس عن طريق الفم شوف ترى بعمل إزاي؟ مش بعمش عن طريق مناخيره فهمتوا قصدي؟ وده يؤدي لجفاف الحل فعشان كده تلاقي الطفل على طول بيشرب تمام؟ سبب تاني الإصابة بالرشحة أو الزكام اللي هي المناخير المزدودة يعني زي ما أقول لسه بنقول على اللوز بس هنا بقى المناخير مزدودة مش اللوز فالمناخير مزدودة تخلي الطفل يتنفس من بقه فيشرب مايا كتير فيه برضه من الأسباب المهمة أوي اللي تخلي الطفل يشرب مايا كتير أو زي ما حتى بنقول كده باللغة أبسط عمال على بطال أنه يكون الطفل ده متعرض لفقدان السوائل من الجسم زي إيه؟ يعني فيه سوائل مهمة بتفقد من جسم زي في حالات الإسهال وهنا برضه نرجع بقى للسؤال اللي بتقول لك إيه؟ هو بيدخل حمام كتير وهي ما قالتش بقى الحمام ده أنه هو بيعمل تولد يعني براز ولا بول ولا لتنين يبقى حالات الإسهال الكتير لازم تعالج لأن في كل مرة بيحصل فيها الإسهال حتى لو كمية الإسهال قليلة دي بتاخد معاها كمية كبيرة جدا من المية أنتوا بتفتكروش أنه عشان كمية الإسهال قليلة فكمية المية اللي نزلة فيه قليلة لأ ده البراز السائل ده أنا آسف يعني في الشرح يعني أو في الوصف بيحتاج يعني بياخد مية كتير قوي من الجسم عشان شوية الإسهال دول يطلعوا فما بالكو بلا والإسهال أكتر خلاص برضه حالات القيء بتخلي الجسم ده معرض لفقدان كمية كبيرة من السوائل فتخلي الطفل يشرب على طول برضه الأطفال اللي بيعانوا من حالة مرضية اسمها فرط التعرق اتكلمنا عنها قبل كده الأطفال اللي بيعرقوا كتير سواء من جبهتهم أو من إيديهم أو حتى للناس الكبار يعني تلاقوا الناس الكبار اللي بيعرقوا كتير اللي يوم على طول بيشربوا مية تمام برضه من ضمن الأسباب اللي تخلي الأطفال يشربوا مية كتير يكون عندهم مشاكل في الجهاز البولي تمام مشاكل في الجهاز البولي دي بقى مفتوحة ممكن يكون عندهم أملاح زيادة ممكن يكون عندهم التهاب في مجرى البول ممكن يكون عندهم حصوات خلاص حصوات في الحالب أو حصوات في المثانا أو ما إلى ذلك ممكن يكون عندهم التهاب في المثانا ممكن يكون عندهم التهاب في الكلة مشاكل بشكل عام في الجهاز البولي طيب ده هينتج عنه إيه؟ بينتج عنه نقص المواد الغذائية الهمة للجسم لأن الكلة الكلة دي بتبقى عاملة زي المصفى زي ما قلنا كده بتفلتر الدم والحاجات دي كله لما الكلا يبقى فيها مشكلة او الجهاز البولي بشكل عام فيه مشكلة ممكن ايه يرشح يطلع سوائل مهمة المفروض الجسم ما يستغناش عنه السوائل دي بتكون مرتبطة كمان مش بس انها بتكون سوائل يعني مياه من الجسم او كده لكن بتحتوي على املاح مهمة جدا فتلاقوا الطفل ده على طول هبطان وتلاقوا على طول عايز يشرب ماي خلاص من الاسباب بقى السبب اللي كلكم زهنكم بيروح فيه بيروح له يعني لما نلاقي طفلي بيشرب ماي كتير هي الاصابة بمرض السكر وده بيحصل احيانا عند الاطفال سواء بيحصل بشكل عادي او بيحصل نتيجة عوامل وراثية من اشهر الاسباب بقى اللي تخلي الاطفال يشربوا ماي كتير حاجة مش مرضية لكن نعم من اشهر الاسباب على الاطلاق عارفين ايه هي تناول الاكلات اللي بتحتوي على الملح والتوابل انتوا فهمتوا طبعا قصدي دلوقتي الاطفال اللي على طول بيأكلوا البطاطس المقرمشات الحاجات اللي هي المخبوزات اللي هي بتاعة الدورة دي الحاجات دي كلها ودي بيبع عليها ملح وعليها توابل وعليها كذا دي من كل ما الطفل بيأكل الحاجات دي كتير كل ما يشرب مياه كتير بخلاف طبعا الحاجات دي ما فيهاش اي قيمة غزائية اصلا فهي كمان بقى بتضر من الزاوية دي تمام؟ بنفس المعيار وبنفس المنطق العلمي مش بس الاكلات الحدقة او المملحة او التوابل اي حاجة حدقة او توابل اخدوها المسأل عليكم انتوا كده انتوا لما بتاكلوا حاجة حدقة بتبعوا عاديين شربوا ماي فما بالكوا بقى الاطفال على طول عملين يأكلوا حاجات حدقة طول ما انا بشوف اطفال طول ما هم قاعدين بياخدوا الحاجات اللي هي في الكياس دي اللي بتتبعدي وده حاجة مضرة جدا وباستغرب جدا ازاي الاهل عندهم تسامح كده في الموضوع ده ده غير بقى مخاطر المواد الحفظة وغير انها حاجات مقلية وفيها زيوت مهدرجة كمان بقى مضرة في الموضوع ده بنفس المقياس زي ما لسه بقول تناول السكريات بكسرة السكريات دي سواء العصاير او الفواكه او الشوكولاتات او الحلويات او البسكوتات كل ده اي حاجة مسكرة برضو الطفل يا كلها كتير يحتاج انه بيشرب مياه كتير طبعا لصاحب او صاحبة السؤال اه معلش انا اسف ان انا نسيته يعني صاحب السؤال نسيت اسمه يعني اه مطلوب ان احنا نعمل اه تحليل اه بول اه هي ام جنة انا شكرا ام جنة يعني زميل يفكروني او كتر خيركم مطلوب ان احنا نعمل تحليل بول ومزرعة بول ده مهم جدا ليه؟ كل الاسباب اللي انا قلتها دي وردة طب بنعرف ازاي بقى الاطباء بيعرفوا ازاي بيعرفوا من التاريخ المرضي بس لازم يدعموا التاريخ المرضي والفحص الطبي ده بيدعموا بقى بحاجات تشخيصية زي ايه؟ زي ان احنا نعمل تحليل بول نعمل مزرعة بول نعمل تحليل مستويات السكر في الدم عشان نستبعد وجود السكر وهكسب